أهلا وسهلا فيكم بمشروع جديد من مشاريع بايثن للمبتدئين مشروع اليوم هو مولد كلمة السر، Password Generator ننتقل للبيتشارم حتى نشغل البرنامج بالبداية بتظهر رسالة الترحيب وبيطلب من المستخدم يحدد طول الباسورد مثلاً 8 فبيظهر عندي كلمة سر مكوناة من 8 خانات هلأ مثل العادة حاطلب منكم توقفوا الفيديو وتحاولوا تكتبوا الكود لوح قبل ما نبدأ بالحل حنشرح فكرة الحل بشكل سريع بيتلخص الحل بخطوطين الخطوة الأولى أنه نجمع كل الكاركتر يلي ممكن نستخدمها بالباسورد ضمن مجموعة واحدة حنسميها Cars تتضمن هاي المجموعة Letters الأحرف بالحالتين الأبر كيس واللور كيس Digits الأرقام والبانكشواشن علامات الترقيم الخطوة الثانية هي أنه نختار بشكل عشوائي كاركتر من هاي المجموعة ونكرر هاي العملية عدد من المرات بساوي N N هو عدد خانات الباسورد يلي حددوا المستخدم هلأ مننتقل للبيتشارم حتى نكتب الكود مع بعض بالبداية منعمل Import للRandom والString ومنطبع رسالة الترحيل بعدها منطلب من المستخدم يحدد طول الباسورد ومنحوله لرقم عن طريق الـ End ونخزنه بمتغير اسمه End هلأ بدنا نجمع كل الكاركتر يلي ممكن نستخدمها بالباسورد ضمن مجموعة واحدة وحنسميها Cars Cars equal string.askeyletters الاسkeyletters هي مجموعة بتتضمن كل الأحرف بالحالتين الأبر كيس واللور كيس هلأ بدنا نضيف الأرقام على هاي المجموعة في ملكتوب Cars plus equal strings.digits هيك منكون عم نضيف عم نضيف عم مجموعة الكارز الأرقام من الصفر للتسعة وبالتالي صارت مجموعة الكارز بتحتوي الأحرف والأرقام باقي نضيف علامات الترقيم بنفس الطريقة Cars plus equal string.punctuation هيك منكون جمعنا كل الكاركتر يلي ممكن نستخدمها ضمن مجموعة واحدة هلأ بدنا نختار كاركتر عشوائي من هالمجموعة فمنكتوب random.choice بنقوسين كارز ومنخزنه بمتغير اسمه كاركتر ومنخزن هيدا الكاركتر ضمن الباسورد password plus equal character حتى نكرر اختيار الكاركتر لعدد من المرات نحن بحاجة لحلقة التكرار فمنكتوب 4i in range n هيك منكون كررنا اختيار الكاركتر لعدد من المرات حسب طول الباسورد يلي حدده المستخدم وخزنه بمتغير اسمه n لما بتشتغل هاي اللوب بالخطوة الاولى حتختار كاركتر عشوائي من مجموعة الكارز يلي فيها كل الكاركتر وبالخطوة التانية حتحفظ هيدا الكاركتر ضمن متغير الباسورد حتتكرر هاي الحلقة عدد من المرات يلي هو اين يلي هو طول الباسورد يلي يحدده المستخدم وهيك حتتشكل عندي كلمة السر باقي نطبع هاي الكلمة فمنكتوب print password هلأ منجرب البرنامج مع بعض حتى نتأكد انه اموره تمام وهيك بكون خلاص فيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم ياريت تشاركوني طريقتكم بالتعليقات وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعموني بلايك وبشوفكم بفيديو الجيد ان شاء الله